السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم باش نحكيه على حكومة هشام المشيشي اتهامات وقتها توجهت لعدة أطراف بخصوص قرض ومساعدات قطرية لفئدة تونس قبل كل شي فقط بين قوسين نحب نأكد وأنه تم الإفراج على العميد السابق عبد الرزيق الكلاني رسميا الكلاني اللي تم إيقافه تقريبا نهار 2 مارس وقت لمشي بشي مثل أمام القضاء العسكري في القضية المرفوعة ضده بخصوص تصريحات وقتها مع قوات الأمن اللي كانت أمام مستشفى لحبيب بوغدفة فيوليت بن زرت وين كان وقتها البحيري في الإقامة الجبرية وتعكرت حالته الصحي وهذه الغدية المهم هو امتثل إلى أوامر القضاء العسكري ومشي وتم إيقافه من وقته شفنا برشة حمالية شفنا برشة شعارات إلى غير ذلك اليوم رسميا تم إطلاق سراح الكيليني وهذا يعني شفنا سامير ديلو ها بالتصوير أولى صور بالنسبة للكيليني بعد خروجه من السجن هذا مؤكد فقط نرجع إلى التصريحات متاع مستشار سابق يعني مستشار في حكومة هشام المشيشي اللي هو عبد السلام العباسي يقول اليوم مخرج في تصريحات يعني صحفية يقول أنه دولة قطر اتعرضت الضغوطات كبيرة باش ما تعطيش للحكومة وقتها اللي هي حكومة هشام المشيشي قارف بزوز مليار دولار وزوز ملي جرعة جرعة تلقيح مضاد لفيروس كورونا في الفترة هذيك أوش نذكركم هنا شوية أكيد راكم تفكرت والحكاية راجت برشا وبرشا اتهامات يعني وقتها توجهت لي يعني السلطة إنه فمش كون ما حبش قطر ومارس ضغوطات على قطر باش ما تعطيش للتونس قارف وجرعات وقتها كان ما فمش تلقيح بالكل وكانت التوينسة حشيكم أن السلطة تموت خاطر ما فمش تلقيح وخاطر ما فمش أكسجين والوضع الصحي في المستشفيات إلى غير ذلك وجائحة كورونا بديت تكبس وبديت العبيد معناها تقروا وتفدوا وتقلقوا وعبيد خسرت تخدمها وسكرت أحوانتها وكل شي وكل الشامل هذيك الحجر الصحي الشامل بديت ديت فم احتقان كبير وقتها تونس يعني كانت فم زيارة اللي كان مش أديها يشامل مشيشي ومبعد ما أدهيش ومبعد شفنا رئيس الجمهورية قيس سعيد مشاء إلى قطر إلى غير ذلك يقول للعبيسي في تصريحات صحفية اليوم اللي فم تفاهم مع الجهات يعني صار تفاهم مع الجهات القطرية لإقراض تونس وقتها في تلك الفترة زوز مليار دولار بنسبة التفاضلية إضافة إلى زوز مليين جرعة تلقيح إلا أنه العرض تغير في مرحلة بعد ليصبح الحديث عن قرض بستمائة مليون دولار فقط مش زوز مليار دولار ولا ستمائة مليون دولار فقط بنسبة السوق وهذا اللي رفضته لحكومة حكومة هشام المشيشي وقتها هو ما أشار إلى أي طرف كان ولكن أحكيه على أنه ضغوطات تمارست على قطر يعني لضرب حكومة هشام المشيشي لإفشيل حكومة هشام المشيشي هذا ما أشار إليه هذا المستشار وهي تصريحات خطيرة جدا كيف يقول زيدا أنه يعني يحكي زيدا على حكومة سيدة نجلة بودن ويقول عبد السلام العبيسي المستشار الاقتصادي السابق لحكومة هشام المشيشي أنه كليم وزيرة المالية حول فشل حكومة المشيشي للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي غير صحيح ويقول أنهم وصلوا إلى مراحل متقدمة من المشاورات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي يحكي وقته على حكومة هشام المشيشي اللي تقريبا المفاوضات رهي ويقف عندها عامين بعد ما رجعت تاوى يعني نحكي على قبل نحكي قبل الخمسة عشرين يعني كان تقريبا لمدة عامين متوقف المفاوضات فقط هشام المشيشي وقته أدى زيارة مع وفد من الحكومة ممتعه إلى واشنطن وقته يعني مشي إلى صندوق النقد الدولي وعمل مباحثات بخلف هذيك في عامين يعني متوقف المشاورات عليش خطر تونس ما وفدش بتعاهداتها وما استجابتش لشروط صندوق النقد الدولي وكل مرة يتفهموا مع الحكومة إلا أن الحكومة هذيك ما تفيش بتعاهداتها وتمشي هذيك وتجي لي بعدها إلى غير ذلك يقول العباسي أنه آخر المفاوضات التقنية كان نهار 22 ماي 2021 وأنه تم تحديد سقف زمني لانتهاء المفاوضات في 30 سبتمبر 2021 يقول لك زيدة أنه كان فما بعض النقاط الخلافية مثلا كتلة الأجور وغيرها وقال كنا بش نتجيزوها في حكومة المشيشي وقتها غير أنه في 25 جوليا توقف المسار لأنه بش تجي حكومة جديدة وبش تعاود التفاوض مع صندوق النقد الدولي من الأول وجديد يقول العباسي أنه كان عندهم دعم من البلدان السبعة الكبرى حول القرض تم تقديم ستة محاور كما مثلاً توجيه الدعم ودفع الاستثمار والتحكم في كتلة الأجور وغيره ويوضح أنه برنامج الإصلاحات اللي قدمته حكومة نجلة بودان هي نفسها الإصلاحات اللي وضعتها حكومة هشام المشيشي أكد العباسي وأنه حكومة بودان قاعدة تستغل وتخدم بخطة حكومة هشام المشيشي وتعتبر هذا مظهر من مظاهر التواصل واستمرارية الدولة ولكن في نفس الوقت هو يحب يقول وأنه حكومة هشام المشيشي كان عندها برنامج يعني لحد الآن يدفع على حكومة هشام المشيشي ويقول مسكينة تعرضت معناها شوفها ما شكون نخدم منها الخدمة مع قطر بش ما تخوش القرض هذية وبش يفش المفاوضات هذية بش ما تجيبش فلوس وبش ما تجيبش كل جروعات ويقول اللي هي كان عندها برنامج واضح وتوصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بريسك ويقول اللي حتى الدول الكبيرة في صندوق النقد الدولي يعني كانت كانت معناها مستعدة لمساعدة تونس وميسر الأمور إلى غير ذلك ولكن هوني فما اتهامات واضحة أكيد راكم تهمته لشكون يوجه الاتهامات اللي يحب يوصلها ويوصل المعلومات هذي إلى حد الآن احنا ما نعرفوش هشام المشيشيوين ما سمعنا لوش حتى التصريح ما شفنيهش في حتى وسيلة أعلام اختفى من نهار 25 جويل فقد سمعنا بعض التسريبيت من أنه جهة تليفون خرجوا مصرعا إلى قصر قرتاج من وقتها مع عود شخرج اليوم في ظل الوضع السياسي الرهن مثل هذه التصريحات شنوها تنجم توصل ما الإفادة مثلا من هذه التصريحات اللي اليوم يحكي على ضرب لمسار حكومة هشام المشيشي وأن حكومة هشام المشيشي كانت تخدم وعندها برنامج وأصلا حكومة سيدة نجلة بودن قادة تأخذ في نفس البرنامج متاح حكومة هشام المشيشي سابقا اللي متهم بالفشل في إدارة الدولة في ظل أزمة اقتصادية عميقة ضربة البلاد يعني أثر فيها بشكل كبير جائحة الكورونا اللي رجعت يعني بالتداعية السلبية على كل القطاعات وللحكومة وقتها كنت مش قادرة حتى تجيب كمية صغيرة من التلاقية